يعني اعتقد ان احنا برضو عايزين نتلمس من خلال رؤيتك لمسارات الخريطة التي تترسم بشكل واضح وبرضو هناخد المنحة للدكتورة بمينة مقال عليه انه الاقليم ثم الاقليم هو الاساس بالنسبة لنا والتحركات والتغارات اللي ماشي في الاقليم لم تسكن بعد لما زالت في حالة ديناميكية لم ترسوا بعد السفينة اللي بترسم الخريطة او تبحث عن شكل الخريطة شايفها زي الحقيقة يعني هتطفق جدا مع ما قالوا مع علي السفير ودكتور محمد في مسألة يعني وربما نكون يعني في اللحظة الرهنة ان القوى الاقليمية اصبحت النهاردة تحت الاختبار تحت اختبار قدرتها على القيام بتسويات ملفات الاقليم العليقة دون الرجوع الى القوات الدولية الكبرى ده المشهد للاخليم قدامه لو بنتحدث عن العلاقات المصرية التركية او السعودية الايرانية حتى مع وجود الوساطة الصينية لكن او الضمانة الصينية كما جاء في البيان هو تم استدهاء الصين يعني انا زي الدكتور ابن ام قال ان العلاقات اهمت بدور وسلطانة امان وانا بقول انهم ما فشلوش يعني الحقيقة وتم بيع الموضوع للصين يعني يعني كده ربما نكون قربنا اكتر شوية لحقيقة الموقف فعلا يعني وربما حقيقة الموقف اللي هو من الزاوية الايرانية على الاقل ومن الزاوية السعودية زي ما اشار معالي السفير ان الخليج وده تبعناه بيستبق بزرق ده تبعناه في اللقاء الخليجي الامريكي والخليجي الصين صحيح كنا شايفين يعني بشكل كبير والخلاف اللي حوالين الوقود النفط والطاقة والاسعار والانتاج كان واضح جدا ان الخليج بيحاول يعمل حالة تموضع جديدة في وسط مشهد علامي بيتشكل مضطرب على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية وغيره لكن فعلا احنا النهاردة لما بنقول ان الاطراف الاقليمية هي تحت اختبار قدرتها على القيام بتسويات الحقيقة احنا هنا داخلين على ملفات شديدة التعقيد وعلى طرح اسئلة اكثر تعقيدا على هذه الاطراف يعني الجميع رحب بالخطوطين بالمناسبة كل اطراف الاقليمية كان هناك محل ترحيب بالتقارب المصري التركي والتقارب الايراني السعوني لكن الحقيقة الاسئلة اصعب من هذا الترحيب يعني لو خدنا اي نموذج من الملفات المفتوحة نجد ان هي اسئلة تشكل معضلات حقيقية ومعضلة تشكلت عبر عقد او عقدين معالي السفير اشار الى الميليشيات المسلحة في ليبيا كاحد هذه المعضلات احنا بنتكلم على قدرة هذه الميليشيات على افساد اي شكل من اشكال الانتخاب او الانتقال الى حالة سياسية مستقرة يعني معضلة كبيرة وكبيرة جدا بقالنا عامين كل الاطراف الدولية بتحاول انها تعمل اختراق مع الجانب التركي بوضع اتفاق ما بخروجها هذه الميليشيا ومن ينفق على خروجها ومن يتسلم سلاحها واماكن نقلها وكل ده لم يجاب عنه والوضع محلك سر لو انتقالنا الى سوريا الحقيقة سوريا اكثر تعقيدا لان احنا بنتكلم على شمال سوري مختلط الاوراق بشكل كبير جدا قوات دولية كلها حاضرة وموجودة فيها السلاح مشرع بيد كل هذه الاطراف هناك جيوش اجنبية وليس جيش اجنبي واحد موجود على هذه الارض السورية السؤال المفتاح اللي يقول كل هذه الالغاز ان احنا هل سيعود النظام في دمشق الى السيطرة على مجمل الاراضي السورية المتعرف عليها المستوى الدولي ده دي معضلة الحقيقة بعيدة جدا لو نقلنا الى اليمن الامر ايضا يعني اكثر تعقيدا وما يقلش كتير عن تعقيدات الطرفين وهو الحوثي والنزاع على مكانته في السلطة والمرهنة الايرانية عليه والورقة هل ستقدم ايران تنازلات حقيقية بعد كل هذا الحجم من الانفاق وتربية هذا الحليف الكبير اللي يستطيع حزب الله ايضا حزب الله كمان بالزبط يعني احنا بنكلم على يعني مطلوب من كلتا الدولتين اللي دخلين علشان يعني يقدموا شكل من اشكال التسوية وهي تركيا وايران ان يقوموا بمراجعة كبيرة جدا الدكتور محمد اشار الى خلفية الازمات اللي موجودة في التلات دول الكبرى اللي في الاقليم اللي هي ايران تركيا اسرائيل وانا هنا برضو بعزز دوت وبقول انها كانت عامل محفز ربما يكون خطوة الى الامام بيحاولوا بيها انهم يتجاوزوا الوضع الداخلي كل هذه المحصلة تجعلنا اقل تفاؤلا او تفاؤل حذر في حالة ورغبة عامة فعلا الى تهدئة في الاقليم لكن كيف ستجري التسويات وهنا نعود لاول الجزء وهو ان القوى الاقليمية هي اللي مطلوب بقى هنا وحديثي هنا عن اطراف العربية بالخصوص وليس ايران وتركيا ان تكون قادرة بالفعل على ترجمة هذه الرغبة وهذا الزخم الى اجراءات حقيقية لان ايا من الدول الكبرى ولا الصين الصين وان كانت دخل ضامنة لكنها لن تكون محركة لعمليات التسوية والتفاوض الاكثر تعقيدا مزايد كبير جدا محتاج من الدول العربية زي مصر زي السعودية زي الامارات زي العراق زي سلطنة عمان ان هم يكونوا جاهزين برؤى وبخطط يستطيعوا فعلا ان هم ينجحوا في اختبار امكانية تسوية ملفات الاقليم دون الاستناد بقى الى الولايات المتحدة الامريكية الى روسيا الى الصين الى الاطراف الاوروبية كما كان الوضع عليه قبل هذه الحق طيب